بسم الله الرحمن الرحيم وبهي نستعين اللهم صل على محمد وعلي محمد السلام عليكم أخواني وخواتي العزاء جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الدرس سنقوم بالتحويل ما بين وحدة الكيلو جرام ووحدة الرطل فنأتي إلى الشق الأول من السؤال على الجهة اليمنى يقول لنا إذا كانت الكتلة هي 1.5 كيلو جرام فما هي قيمتها بوحدة الباوند أو الرطل فنكتب هنا بأن الكتلة m small ووحدتها المطوبة هي بالباوند تساوي لنا ماذا؟ نكتب المعطى هنا 1.5 كيلو جرام نريد أن نتخلص من الكيلو جرام ونحولها إلى باوند فنضربها بماذا؟ نأتي للجدول بالأسفل هنا أين الباوند؟ الباوند هو هذا وأين الكيلو جرام؟ هو هذا فللتخلص من الكيلو جرام نضع قيمتها التي بالأسفل في المقام فنكتب هنا 1 كيلو جرام وفي الباوند نكتب قيمتها بالباوند فقيمتها هنا 2.20462 والوحدة هي بالباوند طبعا الكيلو جرام مع الكيلو جرام ستذهبان وستتبقى لدينا هنا الوحدة بالباوند هذا فنستخدم الآلة الحاسبة هنا للحصول على الجواب مباشرة فواحد فاصلة خمسة مضروبة بإثنين فاصلة اثنين صفر أربعة ستة اثنين والجواب هو ثلاثة فاصلة ثلاثة صفر ستة تسعة كتقريب لأربعة أرقام فتساوي لنا هنا ثلاثة فاصلة ثلاثة صفر ستة تسعة والوحدة هي مثل ما قلنا هنا ننزل هذه بالأسفل هي بالباوند نأتي إلى الشق الثاني من السؤال يقول لنا إذا كانت الكتلة هي 7.1 باوند فما هي قيمتها بوحدة الكيلو جرام فنقول بأن الكتلة بوحدة الكيلو جرام تساوي لنا نكتب المعطى هنا 7.1 باوند فنضربها بالعكس هنا نريد أن نتخلص من الباوند فنكتب قيمتها التي بالجدول بالأسفل نكتبها في المقام فقيمتها هنا 2.20462 باوند وهنا في الباوند نكتب قيمتها بالكيلو جرام 1 كيلو جرام لأنها هي المطلوبة هذا هي المطلوبة فنكتبها بالأعلى فالباوند مع الباوند أو الرطل مع الرطل سيتم التخلص منهما هذه الوحدة وستتبقى لدينا وحدة الكيلو جرام فباستخدام الآلة الحاسبة نستطيع أن نجد الجواب مباشرة هنا نجلبها هنا هذا ف7.1 قسمة 2.20462 والجواب هو 3.2.205 كتقريب لأربعة أرقام 3.2.205 والوحدة مثل ما قلنا هنا ننزل هذه بالأسفل ياب الكيلو جرام وهذا هو الجواب النهائي للشق الثاني من السؤال شكرا لكم عزائي ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة في أمان الله تعالى ترجمة نانسي قنقر